يا ترى خيط زي ده ينفع اشتغل بي ايه اولا تقدر تشتغل بيه كل حاجة ولكن قدرتك هتتحمل الحرارة بتاعت الصوف هي اللي هتحدد انت هتلبسيه في ايه تحديده الخيط ده بالنسبة لي انا مميز في ان يكون جاكت او يكون كفية مميز اوي كمان اقدر اعمل بي لك لوك لكن ايس كاب صراحة مستحيلة بالنسبة لي ان اقدر اعمل بي ايس كاب لانه سخنة اوي مش هيكون مميز بالنسبة لي ايس كاب هو الطبقة اللي فيه مهير وكتيرة اوي ان ما كانش هو اصلا مهير خيط المشاعر ده بيكون نسبة المهير فيه عالية جدا عملت منه كفية قبل كده كانت باللون الرمادي وطلعت طحفة وشغلت في الكفية التانية برضه على اسود في رمادي كده مشقرة بسيطة بالشعر بتاعها ده ابيض تخلين تأثير بتاعي طلع عمل ازاي وده ان شاء الله هعمله جاكت بس طحفة كلون مميز اوي انا بعشاء اللون ده مع انه مش بيليق علي بس اشتريته لو لس اوما راتشرفونا انا كريستال باعلمكم هنا كرشي تونسي مكرامية تريكو وحتى الكرشي العاد تابعوني لمعلمات اكتر بروحها اليوتيوب هتلاقوا الحاجات دي كلها موجودة بالتفصيل مع السلام